يدش المدير تعليم صبية الأستاذ ضيف الله الحازمي هذا المساء فعالية مهرجان ومسابقة أندية الحي الترفيهية والتعليمية والتي تنفذها إدارة تعليم صبية وذلك بحديقة الملك فهد بصبية وينضم معنا من صبية مراسلنا عبدالله الفيفي أهلا وسهلا بك عبدالله معنا ماذا لديك حول فعالية مهرجان ومسابقة أندية الحي في صبية حلا مساء الخير أختي نفلة نعم نتواجد اليوم معكم من هنا من محافظة صبية حيث تختتم إدارة تعليم صبية فعاليات مهرجان ومسابقات أندية الحي الشتوية هنا في محافظة صبية معنا هنا سعادة مساعد مدير تعليم صبية الأستاذ ربيع عطية نتعرف مع أكثر عن هذه الفعاليات والأنشطة التي استمرت أيضا لمدة أسبوعين خلال الفترة الشتوية الماضية أستاذ ربيع مساء الخير مساء النور خياكم تحدثني عن هذه الاحتفالية الجميلة في هذه الأجواء الرائعة هنا في حديقة الملك فهد بصبية يوم جميل أجواء أجمل وأجمل في وطن أجمل وأجمل وأجمل نعيش معكم ختام فعاليات نشاط تعليم صبية وشتاء تعليم صبية ختام أنشطة هندية الأحياء كما تشاهد أخي الكريم عدد من الأنشطة سواء الرياضية أو العلمية لدينا نشاط رياضي هنا سيكون ختام هذه الليلة برنامج السومو أيضا برنامج صحتي أمشي لصحتي وهذا برنامج بالشراكة مع وزارة الصحة هذه الشراكة العملاقة بين مؤسستين حكوميتين بالإضافة إلى برامج ختام أيضا مسابقات القراءة والتي تحمل معنونا بعنوان القراءة حياة وأكثر من هذا القصة القصيرة التصوير الضوئي الفيلم القصير كثير من الفعاليات والفعاليات تحت عنوان ومبادرة دارة تعليم صبية وطني وجه أبيض هذه المبادرة التي تأتي ضمن مبادرة ومشروع أعماق وأكبر هو مشروع الرؤية الوطنية رؤية المملكة الرعبية السعودية 20-30 يطيك العافية هناك العديد من البرامج والفعاليات والمبادرات التي نشاهدها هنا تدشنونها في هذه الفعالية تحدثنا عن أندية الحي الهدف من هذه الأندية يتواجد هنا في يتبع دارة تعليم صبية 32 نادي ما بين بنين وبنات كيف أثرت هذه الأندية العملية التعليمية في إدارة تعليم صبية؟ لدي إدارة تعليم صبية ضمن مكوناتها 32 نادي حي 18 للبنين و14 للبنات الأسبوع المنصرم كنا في ختام برنامج ختام فعاليات أندية الأحياء للبنات والتي معاونناه ضمن فعاليات سيدات الأعمال وكان برنامج تفاعلي ضمن أسر منتجة ضمن كهل من الفعاليات اليوم نختتم فعاليات أندية الأحياء على مستوى البنين وهي 18 نادي على مستوى إدارة تعليم صبية منافسات استمرت من يوم 10 خمسة إلى 21 خمسة اليوم 27 خمسة هي الكطاف والختام لهذه الفعاليات وهذه البرامج كثير من البرامج التي من شأنها تنوير أهدافها أهدافها خلاقة أثارها الإيجابية نلمسها على أبنائنا وعلى بناتنا الطالبات لتعود نفعها على وطن الكبير المملكة العربية السعودية بإذن الله تعالى